اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مرة تانية العلاقات المصرية الروسية احنا عارفين دايما انها علاقات تاريخية تتسم بالصداقة متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية اكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى باتت اكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار وقد ارتبطت علاقات مصر مع روسيا بالظروف السياسية على المستوى الدولي والتي كان لها دور كبير جدا في التقارب المصري الروسية لم تقتصر العلاقات السنائية على العلاقات السياسية فحسب بل امتدت ايضا لتشمل العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية احتلت القاهرة الوجهة الاولى لتعاون الروسي في القارة الافريقية وخلال بداية لجولة الافريقية التي بدأها من القاهرة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسية حيث نقل لفروف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الاعراب عن التقدير والتحية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تناولت ايضا بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والاعراب عن الاهمية التي تليها روسيا اتجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في اطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا وذلك من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا مشاهدين الكرام تضمنت الرسالة ايضا الاعراب عن التقدير اتجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في اطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الازمة الاوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو وذلك من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين بذلك مشاهدين تفاصيل اكثر نعرفها من خلال ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في برنامج مصر كل يوم الدكتور محمد الاجرود الكاتب الصحفي وعضو اتحاد الكتاب العرب اهلا بحضرتك فندم اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور محمد الاجرود النهاردة او صباح اليوم بدأ وزير الخارجية الروسي سجل الفروف جولة الى القارة الافريقية الى القارة السمراء بدأها بجمهورية مصر العربية والتقى طبعا خلالها بالسيد الرئيس والقى ايضا كلمة في الجامعة العربية اذا حبينا نرجع للعلاقات المصرية الروسية الى اي مدى حضرتك تسامن هذه العلاقات عبر التاريخ طبعا احنا شفنا ان كان فيه علاقات ممتدة منذ بدء السد العالي ودول عدم للحياس تفضلي فحمد يطيب لي بداءة ان اهنئ الشعب المصري والشعب العربي والشعب الافريقي والاسيوي نعم وبلاد العالم الحر بثورتي 23 يوليو 1952 وثورة 30 يناير هاتين الثورتين العظيمتين في تاريخ مصر والمنطقة التي غيرت الخريطة والتي غيرت مصار ومجريات مسائل كثيرة فعلا ثورة 30 يونيو وايضا 23 يوليو و30 يونيو نعم هما ثورتين غيرت مصار التاريخ نعم على مستوى جمهورية مصر العربية التي هي الرأس والتي هي الاساس للأمة العربية بل ومفتاحا للقارة الاسيوية وعنوانا لأفريقيا شاء من شاء وأبى من أبى صحيح ذلك أنها تتمتع بالموقع الجغرافي فضلا عن القيادة والريادة لمصر في كل الأمور نعم تلك تهنئة واجبة تدعو إلى الفخر لشعبنا المصري بهتين الثورتين أعود أياتها الإعلامية المتميزة إلى السؤال الذي سألتيه فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية نعم هذه علاقات ممتدة عبر التاريخ حين انتهت قوتين عزمتين بانتهاء الحرب العالمية التانية التي انتدت من 1945 إلى 1948 انتهت قوتين عزمتين كانت تحكمان العالم ألا وهما إنجلترا وفرنسا نعم وظهرت قوتين أخرى تان ألا وهي الاتحاد السفوية قبل أن يتفكت إلى روسيا الآن وأمريكا وما يضوف في فلكها من دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلنطي الذي تم إطلاق حلف الناتو عليه كما تم بعد ذلك نعم تميزت العلاقات المصرية الروسية منذ الخمسينات ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالمتانة والأصالة والتدريب والتلاحم المشترك ما بين الدولتين ندا لند صحيح أنه فترة الخمسينات والستينات ببال حقبة الرئيس الراحل المرحوم جمال عبد الناصر نعم عليه رحمة الله عليه رحمة الله كانت العلاقات على أشده ثم فترة من الزمن في عهد المرحوم الرئيس السادات خبت تلك العلاقات سرعان ما عادت مرة أخرى في نهايات عصر الرئيس السادات وبدايات الرئيس مبارك وتوجد هذه العلاقات بالتعاون المشترك في كافة مناحي الحياة حين تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور ولعل الأزمة الروسية الأوكرانية نعم وأنا اتبسطت أوي في التأرير اللي حضرتك ذكرتيه أو المقدمة إن حضرتك الألفاظ دقيقة لم نقل الحرب الروسية الأوكرانية ولكن قلنا الأزمة لأننا دائما وأبدا مصر التي تقف على الحيان مصر التي تتمتع بعلاقات متميزة مع كافة دول العالم مصر التي قال رئيسها وزعيمها اليوم أننا ننشد حل هذه المسائل على المستوى كل المستويات بالشكل السلمي حتى نضمن الأمن والسلم الدوليين عفوا للمقاطع وكان أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي يعني صوالات وضوالات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية خاصة أيضا في جولتي السابقة إلى أوروبا والتي شملت أيضا سربيا وروسيا وفرنسا وأيضا قمة جدة اعتبر محور أوكرانيا وروسيا من المحاور الهمة التي تحدث عنها رؤية أو نظرة حضرتك بعين الخبير كيف ترى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار خاصة أنه قال أننا سنحاول أن نلمس جميع التي تجهد سواء العلاقات الثرائية بيننا وبين روسيا أو العلاقات المتعددة الأطراف من أجل حل هذه الأزمة في اليوم الرابع لنشوب الأزمة الروسية الأوكرانية نعم كان لنا تحليل في برنامج كامل لمدة ساعة على أحد القنوات الفضائية أضحى بعد ذلك المادة الخام التي تتناول منها السوشيال ميديا والمحللون محللون ما يتعلق بهذه الأمور وقلنا أنه للمرة الأولى الكلام هنا خلينا نتفق أستاذاني أن كل دولة تعمل على مصالح مصر دائما وأبدا في كل ما خضته من حروب كانت تعمل لمصلحة الأمة العربية صحيح خضنا حروب خمس طوال فترات التاريخ في الفترة المعاصرة والحديثة نعم كانت كلها من أجل العرب ومن أجل القضية الفلسطينية القضية المحورية مصر دائما وأبدا ما تتصدى هذه المشاكل إنما أنا قلت وبقول دلوقتي إن أول مرة من حوالي 40-50 سنة تحدث أزمة خارج نطاق المنطقة العربية نعم خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط لأول مرة يظهر كلمة لاجئين داخل نطاق أوروبا صحيح لأول مرة يشعر المواطن الأوروبي بما تم من ضمار كانت على قيادته بعض الدول بدأ بالعراق ثم الآن ينتهي بلبنان مرورا بسوريا مرورا بليبيا مرورا باليمن نعاني فترات طويلة من الزمن من الظلم واتخاذ المؤسسات الدولية بما فيها بعض الآيئات أنا قلت ذلك صراحة لأننا في ظل رئيس يبني ويقول الصدق والحق ويقول الحقيقة فيما يتعلق بكافة نواحي ومناحي الحياة نعم نعم أعود لما بدأتي استزرانيا فيما يتعلق بتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي نعم والخارجية المصرية تستقي عقيدتها دائما وأبدا من عقيدة ثابتة ألا وهي عدم الحياز الانحياز صحيح إلى أي فصيل أو أي دولة إنما دائما وأبدا نقف على مسافة واحدة من الجميع ثم بعد ذلك فإننا نعلي شأن وقيمة السلم والأمن الدوليين وأننا دائما وأبدا في إطار الحل الودي لكافة المسائل لم نتأخر يوما عن ذلك نعم ظهر جليا في الفترة الأخيرة ثق المصر التاريخي والاستراتيجي عبر مؤتمر جدة وقبلها صحيح بعد الحرب مباشرة تلك الزيارة الرائعة التي قام بها السيد الرئيس لدول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وكذلك بعض الدول الأخرى طب كيف رصدت يا فندم المقاربة الشاملة والتي شاملت خمس محاور خلال قمة جدة والذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقوة أيضا عن المنطقة العربية والتهديد التي ربما يعني إحنا في فترة مثلا ضحض الإرهاب مهم جدا بالنسبة لدولة المصرية وإدرت أنها فعلا تقضي على الإرهاب ولكن تحدث عن الميليشيات الموجودة هنا وهناك في بؤر التوتر والأماكن الملتهبة والتي تحيط بنا من الشق إلى الغرب حتى يقصد ليبيا وفلسطين وسوريا وما إلى ذلك أنا أقول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تولى من حكم مصر كان منحة إلهية منحة إلهية بمنتهى الموضوعية يغبطن عليها كثير من العرب الحياة بمنتهى الموضوعية رجل المخابرات يعيي كافة الأمور ويتصرف من هذا المنطلق حين نستدعي أحداث التاريخ ناجح أن مصر وقفت شامخة مرفوعة الرأس طوال هذه الفترات جميعها ثم أنه الرئيس يستوعب تماما ذلك المتغير العالمي لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأزمة الروسية الأوكرونية قد فرضت واقعا عالميا جديدا صحيح سوف تتمخض عنه الأيام القادمة فيما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت رحاها في الحرب ما بين الدولار والعملات الأخرى خاصة الروبل ثم بعد ذلك العملة الافتراضية أو الذهن تجلى ذلك جنيا فيما يتعلق بما تعيشه أوروبا الآن نعم من نقص في السلع والخدمات طيب هنكمل يا فندم حدثنا عن هذا المحور وهو محور في غاية الأهمية إن شاء الله ولكن بعد الفوصل مشاهدين الكرام فوصل قصير ثم نعود مرة أخرى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم مرة تانية إحنا بنتكلم ولازمنا نتحدث عن العلاقات المصرية الروسية ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على كافة المناحي والمستويات السياسية أو الاقتصادية والثقافية هناك العديد من التعاون المشروعات التي يتم التعاون بشأنها بين مصر وبين روسيا هناك أفاق مشتركة ووجهات نظر مشتركة ومتبادلة بين الدولتين وإنما يرجع لذلك إلى عمق العلاقات التاريخية القديمة الضاربة في عمق التاريخ يسعدنا مشاهدين الكرام أن نرحب بضيفنا مرة أخرى الدكتور محمد الأجرود الكاتب الصحفي والمفكر السياسي وعدو اتحاد الكتاب العرب أهلا بحضرتك أهلا مرة تانية إحنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن الدولار أمام العملات الأخرى والذهب والروبل والعملات الافتراضية وما إلى ذلك بالتأكيد الاقتصاد هو قاطرة التنمية لو حبينا نتكلم بشكل عام عن المشروعات التنموية التي تقام على أرض مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية منها إنشاء محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها الكثير كيف رصدت هذه المشروعات وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في عملية التنمية الشاملة التي تهدف مصر إلى تحقيقها في إطار خطة التنمية أو التنمية المستدامة 2030 اسمحي لي في هذا الإطار وليسمح لي أستاذ المشاهدون أن أؤكد وأقارن بين أمرين متكاملين الأمر الأول إذا كان محمد علي باشا هو باني مصر للحديثة فإن باني مصر المعاصرة هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح مع فارق ضخم جدا أن محمد علي باشا كان جندي ألباني أما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو قائد وضابط مصر ومن ثم في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم في خلال سنوات ثلاثة تجمدت فيها الحياة الاقتصادية بل والحياة الاجتماعية وكفت مجالات الحياة فيما يتعلق بالاقتصاد بكفت فروعه سواء كانت الصناعة أو كانت الزراعة أو كانت التجارة أو الأمور المتعلقة أو المشتقة بينهما بما فيها من سياحة وغيرها تجمدت العالم في خلال سلاسة تنوات السنتين الأولتين يخصان كوفيد نايمتين نعم هذا الفيروس اللعين والسنة الأخيرة هي التدعيات التي فرضتها على الساحة العالمية والدولية الأزمة الأوكرانية الروسية صحيح وفي ظل هذه الأمور قامت مصر وتكون ولم تتأخر ولم تتراجع عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة في شتى نواحي الحياة لم يألو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاد وحكومتيه الأولى بقيادة المهندس شريف إسماعيل والثانية بقيادة المهندس مصطفى مدبولي فيما يتعلق بتنويع مصادر الاستثمار والتعاون المشترك ما بين دول العالم يتساوى فيها كافة الدول كان لروسيا والدول العربية من قبلها الحظ الأوفر فيما يتعلق بنواحي الاستثمار سمحي لي يا أياته الإعلامية أن أعود إلى زمن جورباتشوف فيما يتعلق بالتعاون بينه وبين مصر بعد أن امتال على البنك الدول بقيادة المتحدة الأمريكية عن بناء السد العالي نعم قامت مصر عبد الناصر ببناء السد العالي بعد أن تم تعاون مشترك بين المصريين بسواعد مصرية ومشاركات روسية نعم كان الرئيس السادات أيضا في مسألة تنوع مصادر السلاح ليس هذا وقتها الآن إنما ده دليل على أن السياسة المصرية بقيادتها الحكيمة تقوم دائما وأبدا بما ينفع البلاد وينفع العباد ولا أستطيع أن أنس الموقف المحترم الذي وقفه الرئيس فلاديمير بوتين بعد الأزمة المفتعلة التي تم افتعلها فيما يتعلق بمسألة التعدي على بعض السائحين ومشكلة الطيران الروسية نعم وقف هذا الرجل بعد تحقيق المصطفيد وقفت جد حين تبين أن هناك يد خارجية تحاول أن تعبث بالعلاقة ما بين مصر وما بين روسيا ومن ثم انتهت هذه الأزمة بسلام واستمرت التدفقات بعد ذلك للسياح الروس على مستوى جمهورية مصر العربية حتى في ظل هذه الظروف التي نحيان الأمر على ذي الشاكلة يؤكد مدى متانة وقوة مصر وعودتها إلى الساحة الإقليمية والمحلية والعالمية بقوة تفرض نفسها كلاعب أساسي وشريك لكافة الدول فيما يتعلق بما يقرر لمصائر المنطقة بالو مصائر العالم حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وهي أن العلاقات بين مصر وروسيا هي علاقات ممتدة أيا كانت الأزمات وأيا كانت التحديات على مرأة التاريخ طيب النهاردة كان فيه تصريح لسيرجي لفروف تحديدا يقول أن العقوبات التي ربما تفرض على روسيا ربما تعيق التواصل مع القرى الصمراء أو القرى الإفريقية نحن عارفين أن مصر دائما على الحياد ومصر ملتزمة بمبدأ الحياد في الأزمة الأوكرانية الروسية إلى أي مدى هذه العقوبات يمكن أيضا فعلا زي ما ألسيرجي لفروف أن تعيق العلاقات مع القرى الصمراء ومنازمة أننا في قناة مصر الزراعية هلتكلم عن مسألة الأمر نعم بس خليني الأول أدي لمحة تاريخية صغيرة عن سيرجي لفروف هذا الرجل عنده 72 سنة موليد 21 تلاتة 1950 تولى تمثيل روسيا أو الروسيا الاتحادية كملدوب دائم لدى الأمم المتحدة طيلت عشر سنوات من 1994 حتى 2004 ثم بعد ذلك من 2004 وحتى الآن وزيرا لخارجية روسيا 18 سنة يعد أقدم وزراء الخارجية على مستوى العالم عملا وعلما واحتكاكا ومعرفة وإلماما بمقومات ومقدرات السياسة الدولية على مستوى العالم فهذا الرجل حين يصدر تصريح حتى أنه في مجلس الأمن القوم الروسي بعد أن تطرح كل الأطرحات يكون هو آخر المتحدثين فيما يتعلق بالرأي في اتخاذ القرار هو من ضمن الكلام اللي قاله النهاردة كلام مطمئن الحقيقة فيما يخص مصر والمنطقة العربية فيما يتعلق بإمداداتها من القامح على الرغم من أن السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إبان هذه الأزمة منذ بدايتها طبعا الشعب المصري أنه لدينا مخزون استراتيجي وأن نحن دخلين على مرحلة جني هذه السمار فيما يتعلق بهذه المحاصر صحيح فضلا عن المشروع الرئاسي مسألة استصلاح المليون وخمسمائة ألف فدان فضلا عن استثمار هذا الأمر فيما يتعلق بالأمطار الشتوية على ساحل مصر الشمالي فيما يتعلق باستزراع هذا الأمر ولعله لديكم ولدى المركز القومي للبحوث أبحاث دقيقة وقطيرة في كيفية الاستزادة من الاستزراع الأفقي والرأسي ومسألة تعظيم موارد الدولة فيما يتعلق بالزراعة أنا الحقيقة برضو أن تهززي الفرصة فيما يتعلق بهذه القناة وأستطيع أن أقرر ليس الإعلاميين فيها سواء كانوا مقدم البرامج أو المعدين أو المخرجين إنما من يقفوا خلف الكاميرات على ثقافة عالية جدا فضلا عن إخلاصهم لبناء هذه الدولة كخلفية ورأي السيد الرئيس لمست من خلال الاحتكاكات البسيطة المرتين التلاتة اللي أنا جيتم من القناة رغم أنني لنا باع طويل في قنوات كثيرة محلية وغيرها تابعة للدولة وقنوات خاصة إنما أخذنا الكلمة رسالة في سبيل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وحفظا على مقاومات ومقدرات البلد وأخذنا الكلمة رسالة وذلك الاستشراف واستشراق أفاق المستقبل حتى وصلنا إلى الجمهورية الجديدة في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ثم أقول أنه آن الأوان لنظرة موضوعية فيما يتعلق باكتفاء مصر الزات من المحاصيل الاستراتيجية وأعلاها القمح ونحن قادرون على ذلك سواء كان بالطرق النعمة أو الطرق الخشنة أنا قلت أننا في حاجة إلى تكامل جدي بيننا وبين دولتين جارتين هم أخوات لنا السودان وكذلك ليبيا فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال تواجدي في هذه القناة لابد أن أطرح المسائل التي يعني أنه لا بالبلد ما تحبجناش لحد صحيح نحن فعلا للرئيس عبد الفتاح السيسي دور مهم والقيادة الرشيدة والحكومة دور مهم على المستوى الداخلي خاصة على إثر تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ولكن احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة جوالات مكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة زي ما قلنا ألمانيا وفرنسا وصربيا وأيضا قمة جدة لو حبينا نتكلم كده بشكل عام عن دور مصر على النطاق الغربي أو الدول الغربية أيضا احنا شفنا الرئيس تحدث في إحدى محاور المقاربة الشاملة عن تجربة حياة كريمة وأن هذه التجربة أو مبادرة حياة كريمة هي مبادرة ملهمة ومفيدة ليست فقط للنصريين بالداخل ولكنها ملهمة أيضا للدول العربية كخبرة أو تجربة يمكن إعادة استنساخة في أماكن أخرى والاستفادة منها وبشكل كبير جدا ليس فقط عند العرب ولكن أيضا على مستوى العالم أستاذ رانيا أريد أن أقول لحضرتك حاجة مبادرة حياة كريمة هي عبارة عن منظومة حياة شاملة صحيح بمعنى أن تدخل الدولة بمقوماتها ومقدرها قرية تحت خط الفقر لطر الشمس نعم يبدأ الأمر في تكوين البنية الأساسية صحيح يبدأ بعد ذلك في مسألة بناء المسكن يبدأ بعد ذلك في تشريب المسكن وتوصيل المرافق لها ثم بعد ذلك تجهيزه وتأثيثه ثم بعد ذلك سكناه يتضافر ذلك مع وجود مكان صحي يتمثل في وحدة صحية نعم أو مركز طب يتمثل في مركز شباب أو مركز غياضي يتمثل فيما يتعلق بمكان لمزولة النشاط الفكري والثقافي أصر ثقافة أو بيت ثقافة يتمثل ذلك أيضا فيما يتعلق بكل نواحي الحياة داخل هذه القرية زي ما قال السيد الرئيس منذ ثلاث سنوات خلت إن نطلع من القرية ما ندخلهاش تاني لأن يتبقى مكتفية بكل شيء مش محتاجة حاجة تاني رأينا مدى فرحة المواطن عبر شاشات التلفاز حين يدخل مكانا نظيفا وجدنا صور لقبل وصور لبعض وإن كان هناك قصور لدى الإعلام المصري فيما يتعلق بإظهار هذه الأوجه المشرفة والأعمال التي تصل الليل بالنهار فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الرئاسي وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرات الرئيس وأعلاها على الإطلاق رغم كل هذه المباراة الضخمة حياة كريمة تلك التي تجمل كافة نواحي الحياة لما لا تكون نموذجا حضرتك بتقول كلام سليم ولكن فعلا زي ما حضرتك قلت فيه دور مهم جدا يجب أن تقول به حتى لحضرتك قلتها عشان نغطيها لما لا تكون هذه المبادرة نموذج يعتزى به للدول الأوروبية التي تبحث الآن عن نقص الغذاء في أسواقها والأيام القادمة بالنسبة إليهم قد تكون أسواق وإن شاء الله أيامنا اللي جاية هتبقى كويس طيب لو حبينا نتكلم يا فندم ربما عن تصريحات سيرجي لفروف اليوم وقال أنه لا توجد أي طريقة لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكيف ويمكن أن تتم هذه المفاوضات ولكن بشرط أن واشنطن والغرب أن يكون هناك عدم تدخل في هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال يعني حضرتك هو تصريح مهم جدا نقف عنده كثيرا ربما يحتاج إلى إعادة نظر من قبل البعض كيف يتم حل حالة هذه المشكلة في ضوء هذا التصريح الذي صدر اليوم من سيرجي لفروف أنا لسه أقل لحضرتك تاريخ هذا الرجل صحيح فمش هيتكلم كلام عبارة عن غبار أو دخال في الهواء نعم دعنا نسمي الأمور بمسمياتي يعني لم أتعود في حياتي أن يكون لدي سمة ألفاظ جارحة أو خارجة إنما الرئيس فيلاديمير زيلينيسكي يستخدم لضيع شعبه نعم أنت في إيدك أنت كان المسألة كان مطلوب في البداية أنت راجل كنت ضمن دولتي ثم نلتز تخلالك من المسألة في خلال عشر خمس شهر عشرين سنة وعرغم من ذلك لديك حكم ذاتي ولديك دولة ولديك حكومة ولديك انتخابات ولديك برلمان برحتك إنما كان طلبي الوحيد هو تأمين حدودي أن لا يأتي حلف الناتو إلى مكاني أن لا يكون هناك مطار قلق لروسيا أو الاتحاد الروسي طب أنت أصبحت مطار قلة كل طلباتي كان مسألة تأمين على النظام العالمي على حدودي الموجودة وسيبك تتحرك برحتك ما حدش جاء حياتك إنما لما لقينا المسألة بهذا الشكل بدأت روسيا أو روسيا فيلاتامير بوتل تاخد عبارة عن قطعتين منضمة الكلام ده من حوالي خمس سنين ست سنين ثم بعد ذلك وجدنا أن هناك من يحاول أن لا يتم تسوية شامل حتى أن الوفد الروسي والمتحدث الرسمي باسمه قرر أكثر من مرة ما يتم الاتفاق عليه بالأمس يتم نقضه ومخالفته في اليوم التالي مباشرة وكأن هناك من يتعمد أن تكون أوكرانيا هي الماصرح الذي يختبر فيه الأسلحة هو الماصرح التي استنزف فيه السروات هو الماصرح التي تجوع فيه أوروبا هو الماصرح التي يتم اختبار عالم جديد فيه ووجد هذا الأمر فرصة من الرئيس فيلاتامير بوتين أن يبرهل للعالم مدى وهن النظام العالمي ومدى أحاديته ومدى ما كان يتمتع به من ظلم للدول الفقيرة ودول الشرق الأوسط والدول النامية ودول العالم الثالث كشف ذلك صراحة في مقالات وفي تصريحات وقال أين كنتم من العراق الذي لم يكن فيه أسلحة دمار شامل ماذا فعلتم في سوريا حتى الآن حتى يكون هناك هذا العدد من الملايين خمس ست ملايين من المهجرين والمشردين والأطفال نعم زغطهم مسألة الشهداء زغطهم مسألة المهجرين زغطهم مسألة اللاجئين زغطهم مسألة القاعدة الذي يتعرب له الشعب العربي في كل مكان فضلا عن استنزاف سروات وخيرات المنطقة العربية لقد كشف الرجل بمنتهى الوضوح عن مدى هشاشة النظام العالمي وانحيازه للأقوى ولا أستطيع من أنسى رغم زخم التاريخ تلك الحكمة الدقيقة التي قيلت في نطاق القانون الدولي العام وأنا رجل قانون أحترم القانون منذ نعومة أظافري حين قال في نطاق القانون الدولي العام أنه لا يضع القانون إلا الأقوى لكي يطبقه على الضعيف أنا الأوان بعد هذه الأزمة أن تطلع المنطقة العربية بقيادة مصر السيسي بريادة هذه المنطقة ولذلك لي جملة هاختم بيها حلقة اللي أنا باختم بيها كل اللقاء لي هستبقيها لآخر الحلقة نعم ولكن لسه نحن طبعا سنستزيد من معلومات حضرتك وتحليل حضرتك لهذه المحاور طبعا في نقطة مهمة جدا كان في تعاون ملحوظ بين ملقو وجمعة الدول العربية وخلال كلمة ساجل فروف طبعا أشار إلى العديد من النقاط الهامة المشتركة بين مصر والعرب ووهد أيضا بوجود قمة روسية إفريقية في منتصف العام القادم إحنا شايفين الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني وجه البصلة في الفترة الأخيرة إلى القرى الإفريقية أو القرى الصمراء أثناء قمة جدة تحدث بإسم العرب وبإسم الخليج وبإسم أيضا القرى الصمراء أثناء مؤتمر المناخ إن شاء الله في 11-20-22 ستكون مصر هي المتحدث الرسمي أيضا بإسم القرى الصمراء إلى أي مدى يمكن أن نعتبر القرى الإفريقية أو القرى الصمراء هي العامل المشترك أو الجوكر كده زي ما بنقول في الفترة القادمة والتي ربما سيوجه أيضا الغرب وجهتهم وبصلتهم إليها خاصة في ظل أزمة الغذاء الموجودة حاليا هو أستاذ رانيا ينبغي أن نساير السيد الرئيس في تفكير خارج السندوق من الواضح أن هذه الأزمة الروسية الأوكرانية سوف تستمر لفترة من الزمن نعم استمرار هذه الأزمة سوف يؤدي إلى هبوط مستوى الدخل والمعيشة داخل الاتحاد الأوروبي أو تحديدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدوروا في فلاكها والدليل على ذلك تصريحات البنك المركزي الأمريكي والتصريحات التي خرجت من البنتاجون فيما يتعلق بنسب التضخم وفيما يتعلق بنسب الغلاء وفيما يتعلق بسعر الصرف لديه هذه الأمور جميعها تدعونا إلى الاعتماد على الله أولا وأخيرا ثم الاعتماد على النفس وعلى مواردنا هذا الأمر ترحوه السيد الرئيس إبان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حين قال أنه نستطيع أن نتكامل وقدمت مصر السيسي قدمت الكثير للدول الأفريقية فيما يتعلق بمجالات التعاون فيما يتعلق بالتدريب والتصقيف وغيرها وحتى مسائل الخدمات فيما يتعلق بالقارباء وفيما يتعلق بغير ذلك صحيح الأمر على هذه الشكلة في حاجة استقاءا من نظرة السيد الرئيس الموضوعية لتفكير خارج السندوق أن تعتمد القارة السمراء على مواردها سيما وأن هناك كثير من هذه الموارد إلى اللحظة التي نجلس فيها على هذه المائدة يستنزل هناك دول ناطقة بالفرنسية وهناك دول ناطقة بالإنجليزية بعضها يتبع لفرنسا والبعض الآخر يتبع لإنجلترا دول كومنويل والبعض الآخر يتبع لبرتغان والبعض الآخر يتبع لإيطاليا هناك استنزاف وتبعية وتبعية فترة تم مفترة لا أو يتم استنزاف جزء جميع أول من موارد هذه الخارج التي تستطيع إن صدقت حكومتها وتضافرت مع مصر القائدة الأمينة أن تتكامل في كافة نواحي الحياة ولا نكون في حاجة إلى أحد لأن الفترة القادمة سيأتي إلينا إن شاء الله من يحتاج طيب لو حبينا نتكلم هنخرج برضو شوية إحنا نتكلمنا عن القرى السمراء نتحدث عن المنطقة العربية إحنا تحدثنا منذ قليل عن القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين وطبعا إن شاء الله عودت القضية الفلسطينية إلى طاولة المنفاوضات وإن يكون بإذن الله في حلول واقعية على أرض الواقع طيب لو حبينا نتكلم عن التوافق في الرؤى المشتركة بين القاهرة وموسكو فيما يتعلق بليبيا والعراق وسوريا تحديدا وحاولين نتكلم برضو عن ليبيا لأن ليبيا بالنسبة لنا بتمثل هي يعني جرى من ناحية الغرب وأمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر وأيضا أمن الخليجة فانتب زي ما دايما الرئيس بيقول مسافة السكة وهو طرح أيضا في المقاربة الشاملة وقال إن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية وأمن الخليج والعكس صحيح الفضل الضبابية فيما قبل الفجر لا تستطيع العين أن توصر كافة الأمور مجسمة كما هي إلا بعد أن تشرخ الشمس أو تضضح نسبه صحيح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية اتضح أن معظم الذين غزوا الكيان المجاور لنا إسرائيل تحديدا تم تغزيتهم من أوكرانيا من أوكرانيا حتى أنه قبل نشأة الصهيونية العالمية بخيادة طيودور ارتزل كان الاتجاه العالمي أن يقام لليهود وطن قومي في أوكرانيا وليس في فلسطين وكان تحبيز هذا الأمر لوجود معبد يهودي أخضر معبد يهودي في العالم لديه مناك بالإضافة إلى عدد كبير من الذين يتبعون الديانة اليهودية وهي ديانة شأنها شأن الديانة المسيحية شأن الديانة الإسلامية لا نفرق بين أحد من روسلة بل نحن جميعا مع الأديان السماوية أو حتى مع الرجل الذي لديه أخلاق ولديه قيم تتعلق بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليه وجدنا أن هناك كم كثير من العداءات وأن هناك من تم تجنيدهم داخل هذا الكيان من أوكرانيا وبهن بعد أن تحدثنا عن الهجرات التي كانت تتم من روسيا أو من الاتحاد السوفيتي سابقا أنها كانت تدم من بعض الدول التي كانت بعيدة عن سياسات رؤساء الاتحاد السوفيتي اللهم إلا يالستين تحديدا نعم الأمر على هذه الشاكلة يؤكد أن مصر مستوعبة لكافة الأمور وأن مصر قائدة وقادرة على قيادة منطقتها وأمتها العربية والأفريقية فيما يتعلق بالنجاح من الطوفان القادم الذي يتمثل في المجاع يتمثل في نقص الغاز يتمثل في نقص البترول يتمثل في نقص الكهرباء يتمثل في أزمات كثيرة سوف تعاني منها القرى الأوروبية التي تمتعت كثيرا بخيرات الشرق بل أنه كانت خيرات الشرق سببا في تفكيرها إلى غزونا مرات عديدة منذ قديم الأدل نعم نحن هزينا مرات كثيرة جدا تطار مغول حروب صريبية تمانية صحية منهم ثلاثة بس على مصر ووقفت مصر صامدة إلى حرارة أمتها الأمر على هذه الشاكلة يؤكد أن مصر الآن تستعيد زمام المبادرة وزمام الأمور لقيادة المنطقة نحن مستقبل أفضل لهذه المنطقة جميل هترجع الكرة لنا مرة تانية وهنرجع تاني سادة للزمان والمكان يا رب طبعا وإحنا دائما مصر هي رائدة ودائما قائدة للمنطقة العربية طيب لو إحنا حبينا نتكلمة فان دمع محور هام جدا يمكن في الفترة اللي فاتت احنا شفنا تدعيات أزمة كورونا وتعامل جميع الدول ومنها أيضا الدول المتقدمة لم يكن بنفس القدر الذي تعاملت به مصر مع هذه الأزمة تعملت بمنتهى الحذر والحنكة وجيش مصر الأبيض كان لي دور كبير جدا في هذه الأزمة طيب كان فيه النهاردة أيضا تعاون بين مصر وبين روسيا فيما يتعلق بالقطاع الصحي والأفروف قال تحدثنا عن إنتاج لقاح جديد فيما يتعلق بأزم القرونة وجدر القروض أصل أيضا وأن هناك اتفاق أو مذكر التفاهم تم تلقاها بين وزارتي الصحة سواء الروسية والمصرية طيب كيف تثمن هذا التعاون على مستوى القطاع الصحي في الوقت اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي هذا القطاع اهتمام كبير جدا وإحنا طبعا شفنا مبادرات كتير في هذا المجال هذا يؤكد ما أسلاف تقول في مستهل هذه الحلقة من يقزة مصر الدائمة وأن أي قرار يتخذ يكون بناء على دراسة صحيح لعله منذ حوالي شهور ثلاث ظهر في الأفق تصريح لروسيا أو تحديدا للرئيس فيلادمير بوت لما قال أن معظم المكروبات التي تم تصنيعها تم اكتشاف مسائل خطيرة لها في كيف تحديدا في أوكرانيا وقال أن هناك أسرار لو تم إفشائها سوف تؤدي إلى ضمار العالم سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إذا كان هذا الأمر على رأس يقال من رأس الدولة فإنه حين يكون هناك تعاون مشترك في مجال مكافحة الأوبع وفي المجال الصحي بكافة نوعية بين دولة بينها وبين دولة صغيرة بجوارها أزمة اكتشفت فيها معامل لتصنيع المكروبات والفيروسات مثلا ما عليش بقى الفيروس بس هناك فرق شاسع ما بين الفيروس وما بين المكروب الفيروس ده لسه ما فيش في روح يبارى عن كيس بس ولامي نعم إنما المكروب له روحه بيتحرك تقدري حتى تحددي ملام الكيس ده بتشكل عشان كده بنقول المتحول بنقول المتحور بنقول النواب يتحور إلى أشكال كثيرة خرجنا من السياسة إلى العالم إنما اتضح أن مصر السيسي ده مدركة لكافة أبعاد المسائل على كافة الأصعاد ومن ثم كانت مذكرة التفاهم حتى نستطيع أن نصل إلى كل ما هو جديد فيما يتعلق بالأوبئة التي تطرح نفسها على الساحة والخافي أعظم وأكثر وكما أسلفت قولا أن ما يظهر على السطح إن هو إلا قمة جبل الثلج والآتي فيما يتعلق بالمعلومات أكثر وأكثر مما يعلمه الجميع طيب سؤالي الأخير لحضرتك طبعا إحنا شفت في الفترة السابقة تراشق للاتهامات ما بين كييف وما بين موسكو أثناء هذه الأزمة التي لا تزال تطل بظلالها وبرأسها علينا من حين إلى آخر ولكن كان هناك تصريح أيضا للافروف اليوم إحنا نقف عنده أن الممرات في البحر الأسود تضمن نقل الحبوب ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ هنا عايزين نحط يعني أكثر من خط تحت كلمة إزالة الألغام من الموانئ وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا التناحر ربما فيه للأسف التأثير سلبا على سلاسل الإنداد والغذاء وطبعا اللي بنعاني منها كلنا في العالم إحنا الحد لسه سنتين ثلاثة كنا بنعاني من الألغام اللي صنعتها الدول الأوروبية نعم في نطاق العالمين ومنطقة الساحل الشمالي صحيح إلى الآن كنا بنشوف بنشوف أن الأمور على زي شاكلة مسألة صعبة جدا فلما يجي التصريح الروسي ده مش جديد أن يقول لابد من إزالة الألغام في البحر الأسود ده المسألة كده فيها كل دول أوروبا أو حلف الناتو نعم بيحارب روسيا للاتحادية أو دولة روسيا فيما يتعلق بعض الأمر فالرجل صادق ومحق في هذه المسألة ولذلك حتى نجد أنه في أثناء تواجد الرجل في القاهرة في هذه الزيارة وجدنا أن هناك تحديداً سواريخ موجهة دقيقة توجه إلى مطار أوديسة فيما يتعلق بمكان تصدير القمح أو الغلال أو الحبوب تحديداً يعني مسألة إيه مسألة تعجيزية أو تكتيف يد أن أنت مش هتطلع ده طالما أنه لازال هو قال النهاردة كمان يعني إحنا يجب ضمان عدم دخول الأسلحة أو أسلحة إلى أوكرانيا عبر السفن التي تأتي لتوديد القمح يمكن أن أشاره قال كده لفظياً النهاردة ده صحيح هذا الأمر يؤكد أنه المسألة في حاجة إلى نظرة موضوعية جديدة تتخلى فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور فيه فلكها عن أطماعهم الجديدة ويتبينوا الواقع الجديد الذي لن يتبينوا جميل هذا الأمر يؤكد أن مصر السيسي بالشكل اللي إحنا ماشيين به في إطار الجمهورية الجديدة أن مصر جاية سوف تستعيد مصر مكانتها التي كانت نعم سيدة للزمان والمكان طبعاً وسوف تعود مصر سلة غلال الأرض مرة أخرى وقد يأتي اليوم الذي نكسه فيه الكعبة مرة أخرى نعم شكراً جزيلاً الحقيقة معلومات ثارية وزي ما قلت لحضرتك هذه المحاور تحتاج إلى خلقات وحلقات عشان نتكلم عنها شكراً جزيلاً الأستاذ الدكتور محمد الأجرود الكاتب الصحفي والمفكر السياسي وعضو اتحاد الكتاب العرب أشكرك يا فندم جزيلاً شكراً لحضرتك كنت ضيف كريماً معنا شكراً يا فندم مشاهدين الكرام طبعاً مصر دائماً هي رائدة وقائدة على مستوى الدول العربية بل الآن على مستوى العالم مصر دائماً أو رؤية العرب هي لسان العرب بالنسبة للجول الغربية وبالنسبة لأمريكا هي لسان أيضاً القارة الإفريقية مصر هي دولة المحورية التي ستكون وستطقى دائماً هي رائدة سواء على مستوى المنطقة العربية أو القارة الصمراء إن شاء الله يهتكلل هذه الجهود الحثيثة التي نراها يوماً بعد يوم خلال هذه المرحلة في إطار الجمهورية الجديدة حيث تسعى مصر دائماً إلى تحقيق رؤيتها رؤية عشرين ثلاثين ومصر قادرة وبقوة إن شاء الله أن تكون حاضرة وبقوة أيضاً في جميع المحافل الدولية برؤى مختلفة وخارج الصندوق مشاهدين الكرام شكراً جزيلاً والشكر موصول لفريق الإخراج والإعداد والفريق الفني خلف الكاميرات أشكركم جزيلاً الشكر كنت معكم أنا رانيا البليدي إلى اللقاء